السلام عليكم كاراكم دائرين ان شاء الله قد تكونوا بخير وتكونوا لباس اليوم ان شاء الله مع قناة لكي جبتكم ثلث وصفات في فيديو واحد اليوم هذا انا درتها كعشة ثم قدوا تديروها في دور والعشة المهم الاقتراحتها اليوم بزاف شباب ما ترادوش عدنا اليوم متكتشفوا وصفات بزاف بنينة اقتصادية وصحية جدا على بركة الله بسم الله الوصفة الأولى غادي نخدمو شربة العدس الأحمر هاد الشربة جي خفيفة وبنينة والقوام تحى هادك هو متقيلة ما خفيفة كما شفتو حبتها بصل كبيرة بشتغطين هادك الحلوة في العدس وهنايا غادي نزيت معها تحبتها الكاراة كتمنقيتهم وقطعتهم من بعد هنايا ازيت معها هادك الكاركاس تعدجاج تقدروها ما تديروش الكاركاس تعدجاج انا كانت كاينة كنت نرميها فيها زوج فصوص تعدهم يكونوا كبار تاني غائق رازيتهم وقطعتهم بالخدمة ومن بعد هنا حطيت كل شي يتقلف في النار كي بدأوا يتقلوا كيما هكا كو يخرجوا في هادك الأصوات التاوحم درت لهم شوية تعال ملح ما تكترواش الم شوية تعال ملح كتغاصلها لعدس الأحمر كان عندي رطلتها عدس الأحمر اغسلتها وخليتها كما تشوفو في الكسكس يقدر هنا زلت على المكوناتها تلك اليوم ما عادكم لطم عدس لأولو المهم هنا تاني غادي نعطيكم واحد الأفكار انتم تبغوا تزيدوها تبغوا ما تزيدوها تبغوا ما تزيدوها شو اللي يعجبكم ولي كان متوفر في الفريجيدر هنا حطيت معها شوية تعال الكرافس غادي نتبل بشوية تعال السكنجبير شوية تعال الحرور بكاش عادي الكركب راني غشل تلقوطي تعال تعال العطار المهم الكركب رانيش التابل المحامي بش أن كوت حسب عندي في الريزارف مكانش اه مهم هنا خلط كل شي تسمددرنا الكوركم والسكنجبير وولحرور لي هو الفلفل الفلفل اللي كعال والملح هنا كتبتهم زدت لهم الماء المغلي اللي حاوليها كلا تراور بشوية حارقة كل شي مليح مليح بس كهوي يلسق في قاعة تالكوكوطة ولا القهادرة ولا باللها تالكوكوطة تلاحاً اقتراحي ان الكروتات تقدروا كبوية الحمراء و الوقت التاحات تقدروا طوناتس ثاني المهم هنا الخضراء التي كانت عندكم نديروها انا مدتش البطاطا وغادي تلقوا القوة متاع بزيف شباب ومناسب في الاخر انا ننصحكم مديروش فيه البطاطا بعد هنا يدرتها الطيب على النار متوسطة ساعة ساعة نحرك الكوكوطاغي هكا وهي مبلعة غير بشوية تحركها تكون قاوية حتى لا يلسق لكم شادس و تكون في قاعة الكوكوطاغي خليطة هيتا برح تمنى للسلق كما شفتوا السلق كان عندي مخصول ولكن هنا بلاصة اللي نسكن فيها جماعات بالقايد بيرجير على بيتكم الماء يقطع بزيف سما كنجيب الخضراء ونخسلها ونضيرها تقطر ونكطع الماء ونكون حرزها روحي ونضيرها في الفريجيدر هنا كنت مقطعاتها كمشتون ونقى وكل شيء نقاطع فيها ونضيفها ونضيفها بقاعة السلق ونضيفها سهلا في الدبالة من الماء تصدرها ونضيفها تقوم بريد روحي ونضيفها بطبيقها ونضيفها حينما تنضيفها نضيف الى المقلعة لنضيف المقلعة لنضيف المقلعة نضيف الكمية ونقص الى تقريبا من النصف هنا لتقريبا لنصف الى التقريب ونقص الى هذا القبيب 25 ثم يقريبا ونقص الى من أخرى ونظيف المقلعة ونصف الى الواقات ونصحت ميزية وعدمنا ندير الكبير الملح يبدأ يطلق الملح في الماء سأضح الفرماج سأضح الفرماج سأضح السلق سأضح الحليب سأضح الفرماج سأضح الفرماج سأضح الفرماج سأضح الفرماج سأضح الفرماج سأضح الفرماج سوف نقوم بمسحة بالبنسو ثم نتعامرها بلافخص لتكون أساعد فات شوية نقوم بسوالح حواليها كساعة أقل وربعة إن شاء الله يكون كل شيء يوجد من بعد هنا سوف ندخلها للكوشة اللي بديت نحمي فيها كي بديت في الوصفة نحن دخلتها ليس طيب يتحمر على حسب الدرجة اللي بغيتوها بعد هنا كان عندي خبز صابح خبز صابح ندلهم بوسكا نديرا لسوب تاعدس اللي سوب راكم عارفين جي محاهم بانغري هنا يقطع تحب الخدمة من الشار وهنا جبتو حوالي زيتون هكا وغادي نديرها فوق هاداك الخبز نديرها فوق زيتون وكوشارها مشغولة وما بتندخلها مع هاداك البوراك يتحمر لي هادا الخبز لتبغي تدير فيه شوية زعتر من الفوقه شوية زعترة تنسمها باي حجرة هي باقي تنسمي الخبز لكن اولادي ميبغوش نكتر لهم بزاف سوالح وهنا يراني وليت له هاداك لاصوب تاعدس كي ما كم تشوفوا مدلت لها لطوماتس تاعد قوضي لولو خليتها سحية ليتبغي تديرها لطوماتس ولا الطوماتم المركزة تديرها لها هنا غادي نخليها كي ما هكا تحنتها بالبراميكسر بدلت لكم تشوفوا القدرة قدرتها في قدر و هاداك الكوكوتا قليح تبسكو هاداك الكوكوتا تشد الحمان بزاف وراني في الليل اللي كي نحط لهم العشاق خليها تبرد باش ندخلها الفريجيدر باش ما تحماض لكمش اللاصوب تاعكم هنا الاخوات اللي راكم يعني المبتدئات هادا الخطوة ديروها باش الماكلات تاعكم ما تحماض لكمش هنا راكم تشوفو راني نحط لكم في العصوب شوفوا القوام تحا ما شاء الله حليه هاداك هو ما هي تقيلة 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 ما هي خفيفة ما دنا فيها شتولة بطاطا لمكونة بزاف لولو هاداك الكاركاس تعد جاج ولا ما تديروش ما تديروش هي حلوة بلاذ بلد جاج بلد الحم لولو هاداك البنغري شوفوا جام ما شاء الله محمص ومحمر ورح تزيت زيت رهي فيه ما شاء الله البوراك دو كنوريه لكم هنا تقديم تحا يكون عندكم يعني الضياف والحاجة ولا تقديم تحا دي من هاداك بانجريين نحطوا فيها كفوق اللاسوب ونضيرو معها يا اما لك خانف خاشم الفوق ولا تديرو شوية تزيت زيتون انا بوسك ما طيب شبز زيت زيتون حتى للتالي نحط لهم دخلته لهم فالأطباق باستيفة لهم وخصهم يأكلوه لخطر شهادة صحي ومدا بنا نقولوا الحاجات الصحيين على الاقل جس خطرة ثلاثة في الأسبوع وكاين عادة أكل مش مليحة بساعة ساعة ندخل عليهم الصحي كما كنت شوفو هنا البوراك دعنا راه ما شاء الله يشاهي بهذه الفخص الكريمية درت السلاطة على الباربة ان شاء الله ها غدي نرافق معاكم ولا نشارك معاكم واحد الفيديو شباب على الباربة كيفاش طيبوها في وقت تاريع كيفاش تحافظ على اللون تاحها بزاف سوالح نديرها لكم ان شاء الله وكانت هي تاني صحية راي بزيت زيتون راهي بشوية تعدتهم المهم هنا ان شاء الله هرافق لكم هاد الفيديو كما شفتوا القوام تعلها سوق عاود وريتا لكم عن قرب ما شاء الله والتاني هادك البوراك دوكنو ريه لكم شوفو تحمر لي ما شاء الله بلا ما نعاود ندهنها باديك الدهنة على الزبدة ولا تعالى على الزيت كما تومة يعني هاكا دايما تبدلو دايما شوية نقصون الزيت انا مداري نديرها في المقلة الهوائية لكن تومة بزاف لي ما عنداش مقلة هوائية بغت نديرها لكم في الكوشة هاكا رافق معاكم عدة افكار شاء الله الاقترحت على اليوم عجبكم وتجربوه انتوما تاني استوضعكم الرحمن والسلام عليكم